لا يشوب هذه الطبيعة الجميلة إلا أطماع الاستيطان التي تتوسع على حساب أراضي المواطنين هذه أراضي قريتي إمتين وفرعة شرق قلقيلية وهذه مستوطنة حفاد قلعاد التي استغل مستوطنوها عدوان الاحتلال المتواصل في بدايته واستولوا على نحو 150 دنما واقتلعوا أشجار الزيتون فيها واليوم بدأوا بشق الطرق وتمديد أعمدة الكهرباء فيها هذه أراضي بي وكل مصدر يزكل منها زيتوننا نأخذ منه زيت وخلقه وكبوننا إياه اليوم نضمدون عمدان فيها ونتفرج عليها من بعيد يعني متحصر عليها الأرض هذه المستوطنة هي قائمة على الأرض للمواطنين ومناطق بي بكلش عن 500 ألف دنم أخذوا أول أجزاء منها ومن فترة الحرب لليوم استغلين الظروف المستوطنين ويكونوا بتجريف الأراضي وقلق أشجار الزيتون استغلال ظروف حرب العبادة لم يتوقف على هذه المنطقة فمستوطنة توتسوفيم تشهد بناء وحدات استيطانية جديدة وأراضي قرى جين صفوت والفندق تشهد تجريفا ومخططا لصالح خدمة المستوطنين في المنطقة محطة قلقين لم يتوقف الاستهداف والغولي الاستيطاني فيها منذ فترة طويلة وزاد كثافة وتصارع منذ بعد أحداث 7 أكتوبر وهناك العديد من الدلمات التي تم اتهامها وصرقتها لصالح المشروع الاستيطاني وفي تصارع مع الزمن لتكريص واقع جديد وأمر واقع في محافظة قلقيلي هذه الحالة التي أصبحت عليها المنطقة الشرقية لمحافظة قلقيلي منذ بداية هذا العدوان بالإضافة إلى فرض سياسة الحواجز وإغلاق مداخل القرى والبلدات أحمد شاور تلفزيون فلسطين قلقيلي